اكثر من 40 يوما على انقلاب النيجر دون اي تطور يفضي لحل الازمة الراهنة وستتهديدات من منظمة الاكوس باستعادة النظام الدستوري في النيجر بأي ثمن لكن المنظمة منقسمة على نفسها بشأن التدخل العسكري فمن بين دول الاكوس توجد ثماني دول تمثل القوى العسكرية الفعلية للمجموعة حسب ما تشير احصائيات موقع جلوبال فاير باور هذه القوى العسكرية ثمانية تنقسم الى قسمين قسم يدعم التدخل العسكري والقسم الاخر هو ضد التدخل العسكري الجبهة التي تقف ضد التدخل العسكري تتكون من مالي بوركينا فاسو وبالطبع النيجر تمتلك هذه الثلاث دول مجتمعة خمسة وسبعين طائرة حربية وخمسين دبابة وخمسين راجمة صواريخ واكثر من ثلاثة الاف مدرعة يعد جيش مالي اقوى جيوش المعارضين للتدخل العسكري في النيجر حيث يصنف في الترتيب بالحادي والعشرين في افريقيا بينما تضم الجبهة التي تدعم التدخل العسكري ناجيريا سنغال، غانا، سيراليون، وبنين وهم خمس دول تمتلك الدول الخمس مجتمعة مئة وسبعة وتسعين طائرة حربية ومئة وتسعة وسبعين دبابة وثمانية وخمسين راجمة صواريخ واكثر من ثمانية عشر الف مدرعة يعد جيش نيجيريا اقوى جيوش المجموعة ويحتل الترتيب الرابع على مستوى القرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور حسن ابو طالب مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومن باريس سينضم الينا سيد كريستيان وكيسن رئيس مركز الدراسات والابحاث بباريس ومن موسكو دكتور أليكساندر جرونوفو استاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو اهلا بكم جميعا على شاشة الغد ابدأ معك دكتور حسن من القاهرة يعني يبدو انه التأثير التاريخي والثقافي لفرنسا بافريقيا والنفوذ الفرنسية يمر بمرحلة التحول خطيرة برأيك لماذا تخسر فرنسا نفوذها وسلطتها في غرب افريقيا بالتأكيد هناك لحظة حرجة بتمور بها ما يمكن نسميه بالنفوذ الفرنسي التقليدي التاريخي في منطقة غرب افريقيا وفيها العديد من الدول ايضا في الساحل والصحراء هذه اللحظة الحرجة نتاج لمجموعة من السياسات نستطيع ان نصفها بالسياسات لم تكن موفقة بل هي كانت خطأة تماما تماما الكثير من المعلقين الفرنسيين انفسهم الآن في بعض المقالات التي نشرت في المرحلة الماضية او في ثلاثة اسابيع الماضية كانت تتحدث وما زالت تتحدث عن اخطاء يعني في غاية السوء في طريقة الادارة في طريقة التعامل مع هذه البلدان الرئيس الفرنسي نفسه في يوم 27 فبراير الماضي حينما تحدث عن استراتيجية فرنسية جديدة تجاه افريقيا تحدث عن الرغبة في ان يكون هناك علاقات متوازنة وعلاقات ايضا تقوم على الاحترام المتبادل وايضا تحقق المنافع المتبادلة هذا معناه ان السياسات السابقة لم تكن تحقق مثل هذه الامور كانت تفتقد الى التوازن وكانت تفتقد ايضا الى الاحترام المتبادل كانت هناك يعني ما يمكن ان نسميه بمحاولة باستمرار فكرة نهب وايضا السيطرة على الموارد الاقتصادية لهذه البلدان وبالتأكيد لم تكن هناك ما يمكن ان نسميه بتجارب تنموية تنسب الى التدخل الفرنسي او النفوذ الفرنسي لا توجد دولة في هذه المجموعة مجموعة ايكواستو يمكن ان تمثل نموزاجا تنمويا شاملا يعزى الى التدخلات الفرنسية والقطة الفرنسية في نفس الوقت نستطيع ان نقول ايضا ان هناك عوامل دخيل خارجية اخرى المنافسة الحادة التي قامت بها في الصين منذ فترة طويلة للتغالغ الهيمنة ايضا على العديد من الاقتصادات الفرنسية وتقديم بعض المعونات وتقديم امور تتعلق بانجاز مشروعات تنموية لم تستطع فرنسا طوال تاريخها عبر الستين عاما الماضية بعد الاستقلال ان تحقق الكثير منها وبتالي هذا يدفعنا للتساؤل الانت ليست في صالح الفرنسا ألم تتأخر فرنسا بطرح هذه الاستراتيجية الجديدة سريعا دكتور حسن لوسماء بالتأكيد تأخرت كثيرا دلغاية وحينما تطرح استراتيجية جديدة في مثل هذه اللحظات الحارقة التي تواجه فيها تحديات امنية واقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة في هذه المنطقة بالتأكيد سوف يكون هذه الاستراتيجية ليست بالصورة الايجابية المناسبة أنا أستطيع أن أقول أن فرنسا علي أن تعيد النظر تماما في تاريخها في هذه المنطقة وأن تقدم ما يمكن أن أسمي بسياسات مختلفة تماما تماما عما جار في الستة عقود الماضية أنتقل إلى ضيفي في باريس كريسيان لوكيسن سيد كريسيان لماذا تعاني المستعمرات الفرنسية السابقة من خطر الانقلابات أو من صحوة الانقلابات إذا صح القول طيب يبدو أن هناك مشكلة مع سيد كريسيان في الصوت أنتقل إلى دكتور أليكساندر دكتور أليكساندر هل يمكن القول بأن أفريقيا اليوم تتخلص من العباءة الفرنسية لتدخل تحت مظلة العباءة الروسية في أفريقيا؟ أولا شكرا لاستضافتي أريد أن أقول أن روسيا لديها سياسة واضحة فهي تعمل على تنمية البلاد التي تتعاون معها وبالنسبة لسياسة فرنسا فكانت مختلفة تماما فكانت سياسة استعمارية وكانت تستغل هذه الدول الإفريقية استغلالا كبيرا والآن وجدنا أن تلك الدول التي كانت من قبل تتحكم فيها الدولة الفرنسية أصبحت ذات وعي وعلمت علم اليقين بأن فرنسا كانت تطمع في كل مواردها الطبيعية هذا هو السبب الذي جعل تلك الدول تقوم بهذه الإنقلابات وأحدها النيجر وهي من أحد أغنى الدول الإفريقية بالموارد الطبيعية والكل يرى ذلك رأي العين ولذلك فقاموا بهذه الثورة ضد الحكومة التي كانت موالية لفرنسا موالية للغرب من أجل أن يكون دايهم القدر على تحديد مصيرهم بأنفسهم وهذا هو السبب إن السبب الرئيسي هو أن فرنسا والدول الغربية والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية قد تدخلوا في ليبيا في 2011 وكانوا يريدون الكثير من الفوضى في هذا الجزء من العالم ولقد تحكموا في كل الموارد في هذه الدول ولكن في نفس الوقت لو تسمح لي دكتور أليكساندر في نفس الوقت فاغنر أيضا قامت بدعم النفوذ الروسي في دول عدة أفريقية مثل مالي مثلا هسنا أولا ليس هناك أي مؤسسة تدعى فاغنر تعمل بإسم الجيش الروسي إن السيد الرئيس فاغنر سيد بريغوجين كان له هذه الشركة الخاصة مثل الكثير من الشركات الخاصة العسكرية في العالم ما الذي يفعلونه إنهم يتدخلون في بعض الدول بالمساعدات العسكرية من أجل الحكومات حتى تغضق عليهم بالأموال هذا ليس له أي علاقة بمسكو هل من باب القبيل أن كل الحكومات التي تساعدها هل من باب الصدفة أن كل الحكومات التي تساعدها في فاغنر دكتور أليكساندر هي حليفة لدولة روسيا كما قلت لك إن فاغنر هي شركة خاصة روسية وهي تساعد الدول مساعدة عسكرية وإذا كنت تسأليني لماذا تفعل ذلك ولماذا رفعت الشعوب الأفريقية العلم الروسي فهذا من أجل تحديد مصيرهم بأنفسهم الأمر هو أن هؤلاء الناس أدركوا أن مصلحتهم ليست في الغرب وليست في أمريكا التي تسيطر عليهم سيطرة كاملة لذلك فالأمر الأول والآخر بالنسبة لهم هو تحديد مصيرهم بأنفسهم هذا هو الأمر أنتقل إلى باريس سيد كريستيان في النيجر قاعدة أمريكية هناك قوات ألمانية أيضا إلا أن المظاهرات والحشود التي نشاهدها حتى اللحظة من الشعب في النيجر هي ضد التواجد الروسي في المنطقة المحيطة بالقاعدة الفرنسية المتواجدة في نيامي لماذا كل هذا الرفض للقوات الفرنسية الموجودة مع العلم أن هناك قوات أمريكية وألمانية وغيرها من القوات في النيجر حسناً لدينا الكثير من القوات هناك لأننا منذ سنوات عدة وكان هناك اتفاقية لدفاع المشترك مع النيجر وفقاً لهذه الاتفاقية فكنا نعمل ولكن المجلس العسكرية الآن يرفضها والآن إننا ننظر إلى احتمالية انسحاب هذه القوات من النيجر ولكن بالطبع لن نستطيع أن نفعل ذلك بين عشية وضحاها هذا يحتاج وقت حتى نرى أين تذهب هذه الجنود وإلى أين تتحرك إلى تشان أو إلى أي دولة لذلك هناك الكثير من المباحثات ولكننا لا نود أن نتحكم في تلك الدول الإفريقية والنيجر والسيادتها ولكن كان هناك طلبات لرجوع الرئيس محمد بزوم إلى الحكم وذلك من منطلق الديمقراطية ورفض الانقلابات العسكرية ولكن سيد دي كريستيان ولكن سيد دي كريستيان ننقل الجنود الخاصة من النيجر سؤالي لك هو لماذا كل هذا الكره للقوات الفرنسية في النيجر لماذا لم نجد هذه المظاهرات اليوم ضد الولايات المتحدة الأمريكية ضد القواعد الأمريكية ضد جنود الألمان لماذا أعلام روسيا ترفع ضد فرنسا هذا شيء بسيط جدا لأن فرنسا في الماضي كانت أحد القوات الاستعمارية في النيجر وهناك تاريخ يشهد على ذلك وهذا الذي يجعل الشعب في النيجر لدي حساسية كبيرة من قبل الفرنسيين وبالنسبة لحكومة بازوم فكانت موالية لفرنسا متعاونة معها لذلك فالشعب في النيجر لديه الكثير من التحفظات والآن وجد أن هذا الذي كان متحالفا مع فرنسا قد تم إسقاطه لذلك فإن فرنسا تعتبر بالنسبة للكثيرين في هذه الدول أكثر من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية قرها لأن التاريخ ليس متساون بالنسبة لهم دكتور حسن عندما ننظر إلى الإرث الاستعماري الفرنسي ربما نتفهم رفض شعب النيجر للتواجد الفرنسي على الأرض ولكن عندما نرى أعلام دولة أخرى دولة عظمى أخرى مثل روسيا ترفع مقابل كند أو كضد للوجود الفرنسي أليس على أنه هذا نعتقد ربما وصحح لي أن هذه الدول ما زالت بعيدة المنال عن أن تصل إلى السيادة الحقيقية لا بد اليوم من العمل أو ما يمكن البناء عليه اليوم هو ليس فقط السيادة الحقيقية وإنما دعم جهود الاعتماد الذاتي دعم إنشاء البناء التحتية ومن ثم الحديث عن سيادة حقيقية أهلنا أن نفرق ما بين الأمرين الأمر الأول هو لماذا يرفع المتظاهرون في النيجر الأعلام الروسية هذا يعني وضع يتعلق بمسألة الرغبة في الإنعطاق من النفوذ الفرنسي وبالتالي النفوذ الغربي وأيضا التعامل مع ما يمكن أن يسمى ببلد آخر أو بقوة أخرى بترفع شعارات جذابة فيما يتعلق به تعددية القوى الدولية وبما يتعلق به العدالة في النظام الاقتصادي العالمي مثل هذه الشعارات بتجد بعض التجاوب في عديد من المجتمعات الأفريقية وأي النيجر يعني حينما ترفع مثل هذا العمل بعض المتظهرين يرفعون هذا العالم الروسي فهذا معناه أن هناك تأثير لمثل هذه الأفكار لدى قطاعات من الشعب النيجيري وبالتالي فعناي علينا هنا أن ننظر للمسألة في أبعادها ليست فقط في الداخل وإنما أيضا في أبعادها الدولية لأن العالم أيضا يشهد الكثير من المطالبات فيما يتعلق به الحد من الهيمنة والنفوذ الغربي بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا بما أن لها ما يمكن أن نسميه برصيد استعماري ليس مطلوبا وفي محل قرهية شديدة جدا جدا من قطعات في النيجر وفي غيرها من الدول الأفريقية إضافة إلى أن النظرة هنا هي أن فرنسا مجرد لاعب من اللاعبين الغربيين الذين أيضا يريدون استمرار الهيمنة والسيطرة على الموارد الأفريقية وبالتالي هذا وضع يتعلق بالتأثير الدولي وبالأفكار الجديدة التي تطرح في هذا الإطار فيما يتعلق بمسألة السيادة واستكمال السيادة فيما يتعلق بمسألة التنمية نحن هنا ننظر إلى ستة عقود مضت بعد الاستقلال لم تحدث فيها التنمية الشاملة الحقيقية لم تحدث فيها إلا بعض التغيرات ذات الطابع الشكلية والتي لم تحسن إطلاقا وهل روسيا اليوم قادرة على إحداث هذه التنمية دكتور في ضوء كل العقوبات والهجمة الشرسة التي تعاني منها روسيا من الغرب الإدراك الشعبي ليس بالضرورة يكون إدراك يلم بكل الحقائق وليس بالضرورة أن يكون ملما بكل الأبعاد التي تتعلق بالفرصة والقدرة والرغبة والإمكانيات مثل هذه الأمور يتعلق بها المتخصصون هم الذين يمكنهم إجابة على هذا السؤال لكن أنا أتحدث هنا عن التوجه الشعبي التوجه الشعبي في النيجر كما هو الحال في بوركين أفاسو وفي مالي هو التوجه يتعلق بمسألة محاولة للخروج من أصل الماضي ومن أصل هيمنة الغربية بالتنسيق معه أو بالتطلع إلى التعاون مع دولة مهمة في نظام الدولي وهي روسيا موضوع العقوبات على روسيا بشكل أو بآخر مهما كان سوف يأتي يوم وسوف ترفع في هذه العقوبات وأنا أتحدث هنا عن نظرة ذات طبع مستقبلي لأن العالم لا يستطيع إطلاقا أن يظل روسيا معزولة فيما يتعلق بتأثيرها الدولي في قطعات عديدة حيوية للعالم ككل وبالتالي نحن هنا في مسألة التوجهات الشعبية التوجهات الشعبية هي مع تغيير النفوذ الغربي مع السيطرة والحد من الإمكانيات الغربية والإمكانيات الفرنسية والتطلع للتعاون لمواجهة هذا التحدي مع قوة أخرى ترفع شعارات جذابة للعديد من البلدان الأفريقي دكتور ألكساندر ربما هذه فرصة ذهبية لن تتكرر بالنسبة لروسيا التي تضع عينا على أفريقيا وتتوجه بكل الأصعدة إلى القرى الأفريقية اليوم هناك شعب لديه صحوة شعبية ضد الإرث الاستعماري ضد السياسات الاستعمارية الفرنسية والغربية بشكل عام كيف يمكن لموسكو أن تستغل ما يجري اليوم في أفريقيا لصالحها حسنا ولا نريد أن أقول أن هذه فرصة عظيمة ولكن ليس لروسيا ولكن لأفريقيا درسها لأن هناك طريقة جديدة من التخلص من الاستعمار فإن فرنسا والحكومة الفرنسية قد أعلنت أنها ستراجع استراتيجيتها ولن تتدخل بشكل أسكري في النيجر لماذا؟ لماذا يفعلون ذلك؟ إنهم لا يريدون أي خسارة إنهم يريدون أن يحاربوا الأفارقة الأفارقة وأن هناك مجموعة الإكواز التي هي المجموعة الاقتصادية لغربية ولكن دكتوريان اسمح لي أن أقاطعك هنا تقول بأن هذه فرصة عظيمة لأفريقيا وليس لروسيا إذا لم تكن لروسيا فرصة عظيمة مما يجري اليوم في أفريقيا لم يكن لروسيا مصالح قوية مع أفريقيا ما الذي يجعلها وهي في خضم حرب قوية مع الغرب تدعو إلى قمة روسيا إفريقية تتجه إلى القرى الإفريقية بالأمن وبالمصالح الاقتصادية وتركز اهتمامها هناك حسنا إن الروسيا هي دولة قوية جدا وروسيا جاهزة لمساعدة الدول الإفريقية تتعاون معها وأن يكون هناك تعاونا اقتصاديا بينها وبين كل دول العالم وروسيا جاهزة أن تتعامل مع أفريقيا طالما لا أفريقيا تود ذلك وأن روسيا دائما جاهزة لتساعد الدول الإفريقية التي هي في حاجة إليها كما أن روسيا فعلت ذلك في خضم تاريخ إن الشعب الروسي يساعد كل الدول التي تعالي ولكن نحن نعرف أن في لعبة السياسة المصالح هي التي تتحكم بالسياسات التي تنتهجها الدول يعني لماذا تقيم روسيا تتجه إلى إقامة قواعد عسكرية في ست دول من أفريقيا من ضمن السودان إرتيريا موزنبيق مدغشقر حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن استراتيجية التحول باتجاه آسيا وإفريقيا عقب فرض العقوبات الغربية على روسيا يعني ما أريد أن أقوله بأنه اليوم في ظل هذه العقوبات الغربية على روسيا باتت القارة الإفريقية منفذ لروسيا أصلا لابد أن تفهمي أن روسيا لديها من القوات العسكرية التي تحميها وهي لم تخسر في حربها ضد أوكرانيا وأنا لست متأكد أن إذا كانت روسيا أتود أن تكون لها الكثير من القوات العسكرية في بلاد شتى في العالم لكن الذي أعلمه هو أن القوات العسكرية الروسية هي قوية للغاية والولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت حوالي ألف قطعة عسكرية لأوكرانيا مساعدة لها وكما أن روسيا تحاول أن تساعد هؤلاء الذين يخلصوا دالنيجر من القوة المحتلة لها أنتقل إلى باريس مع سيد كريستيان سيد كريستيان برأيك اليوم ما لا شك فيه بأن هناك صحوات شعبية بسبب الإرث الاستعماري الفرنسي والإهمال الفرنسي لهذه المستعمرات البعض يتحدث أيضا عن استغلال لثرواتها الاقتصادية ومناجمها وأمور كثيرة ولكن في المقابل هل تتوقع أو تعتقد بأنه لروسيا أيضا دور في تسخين هذه الحالة بإشعال فتيل هذه الصحوات الشعبية الحاصلة اليوم ضد فرنسا الأمر في مبالغة شديدة إذا كنا نتكلم الآن عن عن الفين واثنين وثلاثة وعشرين نحن لا نتكلم عن القرن التسعة عشر أو القرن العشرين إن هناك حرية للبلاد وإن فرنسا الآن ليست محتلة للنيجر ولقد قدمت العديد من الدعم المالي للنيجر ولقد ساعدت الشعب في النيجر بالأموال الكثيرة وإن كان هناك نوع من الفساد هناك فدعيني أقول أن فرنسا ليست محتلة لها والأمر الثاني إن روسيا تلعب لعبة حتى يكون لها يدا في هذه المنطقة بعدما تم عزلها بشكل كبير عن معظم دول العالم سبب حربها في أوكرانيا لذلك فإن هناك عملية استخدام أفريقيا كأداة بواسطة الروسيا والديبلوماسية الروسية وأنا آسف أن أقول للأسف الشديد بعض الشباب في النيجر يصدقون هذه الشعرات الروسية وعلى الآن أصبحت هذه الدولة محتلة من روسيا وليست من فرنسا أو من دولة أخرى أنظر إلى الذي يحدث في أوكرانيا أنظر إلى تلك الدولة التي اعتدت على أوكرانيا وعلى سياداتها قبل أن أنظر إلى أوكرانيا لأنه ربما ليس موضوع الحديث أوكرانيا سيد كريستيان اسمح لي سأنظر إلى النيجر نفسها الغنية باليورانيوم الطاقة النووية بفضل اليورانيوم في النيجر اليوم فرنسا كلها مضاءة بينما تعتمد النيجر لإنارة مدنها على 70% من الطاقة من نيجيريا نعم ولكن هذا أمر آخر يتم المبالغة فيه بالطبع فرنسا لديها الكثير من المصالح فيما يخص اليورانيوم الذي هو مهم جدا بالنسبة للطاقة في فرنسا ولكن هناك الكثير من الدول الأخرى التي تستطيع أن تشتري منها فرنسا اليورانيوم من كندا ومن دول أخرى لذلك فليس فقط النيجر التي تنتق اليورانيوم فمن فضلكم لا تبالغ بشكل كبير أن مسألة اليورانيوم فيما يخص وجود فرنسا في النيجر ليس كما يعلن إذا قررت النيجر أن تتوقف عن إمداد فرنسا باليورانيوم لن تكون ذلك مشكلة بالنسبة لفرنسا وماذا عن صناعة النفط التي تسيطر شركات فرنسية أيضا على صناعة النفط في النيجر هسنا مرة أخرى كول إنها بالفعل مصدر للاستثمار ومصدر للفائدة لكثير من الشركات الفرنسية ومنها توتل ولكن الأمر ليس كبيرا بشكل الذي يعلن إذا قررنا ذلك بالذي يحدث في الجابون سنجد أن هناك اختلافا كثيرا والذي يحدث في الجابون يكون أكثر بكثير من النيجر لا أظن أن هذه الأمور تتعلق باحتلال أو شيء مثل ذلك ولكن الأمر المهم بالنسبة لفرنسا وعملية الأمن وبالنسبة لتحكم المجلس الأسكري في هذه الدولة قد يؤثر بشكل كبير على الأمن هناك على الديمقراطية هناك وهناك أيضا الكثير من العلاقات بين هذه المجموعات وبين الإرهابيين في العالم والأمر الثاني الخطير جدا هو عملية الهجرة الغير شرعية من غرب إفريقيا إلى الدول الأوروبية ولكن هذا هو الأهم من الأمور التي تخص الأعمال التجارية أرجو من ضيوفي الكرام التفضل بالبقاء مع فاصل قصير ونواصل بعده حوارنا حول أزمة انقلاب النيجر واستراتيجية فرنسا الجديدة في أفريقيا مرة أخرى أهلا بكم في مدار الغد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تعهد بصياغات استراتيجية جديدة لبلاده في القارة الإفريقية فبعد مالي وبوركينا فاس تجد فرنسا نفسها في وضع لا تحصد عليه في النيجر وهو الوضع الذي دفعها إلى الإعلان عن استعداد قواتها المنتشرة في النيجر لسحب عتاد عسكري لم تعد تستخدمه بعد فهل تنجح استراتيجية ماكرون الجديدة في إنقاذ ما تبقى من النفوذ الفرنسي في أفريقيا؟ ترجمة نانسي قنقر أرحب مرة أخرى بي ضيوفي وأعود إليك دكتور حسن أبو طالب أرجو أن تكون قد استمعت إلى نقاشي مع ضيفي سيد كريستيان من باريس ودكتور أليكساندر من موسكو ضيفي من باريس ومن موسكو كلهما تحدثوا كأنه اليوم أفريقيا هي فقط صاحبة المصلحة سواء من روسيا أو سواء حتى من فرنسا بل حتى فرنسا صاحبة الإرثة الاستعماري الكبير والتي لا يخفى على أحد كمية استغلالها للثروات الأفريقية اليوم ضيفي تحدث بأنه الموضوع لا يحتاج إلى هذه المبالغة أو التضخيم هل بالفعل هناك مبالغة عندما نتحدث عن أن هذه القارة أو هذه المستعمرات أهملت من كل النواحي بسبب السياسات الفرنسية وأيضا بالنسبة لروسيا هل فقط إفريقيا هي المستفيدة من هذه العلاقات الجديدة اليوم الروسية الإفريقية أم أنه لروسيا أيضا مصلحة بعد العقوبات التي تعاني منها من الغرب دعيني أعطي بعض الملاحظات في هذا الموضوع مسألة أن روسيا لديها علاقات جديدة مع أفريقيا هذا وضع غير صحيح روسيا لديها سياسة أفريقية قبل حرب أوكرانيا منذ فترة طويلة مثل الصين لديها منذ أكثر من 20 عاما ما يمكن أن نسميه بالتواجه نحو الدول الأفريقية عديدة ربما تكون قد استقطبت بعض العلاقات مع بعض القوى الأفريقية المتميزة أو البارزة مثل مصر والجزائر والمغرب في شمال أفريقيا ومثل أيضا السنغال في غرب أفريقيا ومثل إثيوبيا في شرق أفريقيا والجنوب أفريقيا في الجنوب القارب كل هذه الدول لديها علاقات قوية ومتميزة مع روسيا ولكن هناك زخم أرجو أن تكون قد فهمت قصدي أنا أقصد أنه في زخم اليوم في توجه كبير تجاه أفريقيا هذا ما أقصده بالتأكيد هناك علاقات قبل زخم في علاقات وبلدان جديدة أو كانت بلدان لديها علاقات متواضعة مع روسيا ولكنها الآن تشهد حالة من حالات التطور وحالة من حالات التوسع وبالتالي فالمسألة هنا تتعلق بأن هناك استراتيجيات دولية بطرف أفريقيا قارة للمستقبل قارة غنية بالموارد قارة تستطيع أن تعطي الكثير للعالم تستطيع أيضا أن تحسن وضعها التنموي تستطيع أيضا أن تلعب دورا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وأيضا في تقديم الطاقة النظيفة كل هذه الأمور الآن محل نظر من كثير من البلدان سواء روسيا أو سواء الصين سواء الولايات المتحدة نفسها التي تنظر إلى أفريقيا نظرة جديدة ولكنها تتخلف فيما يتعلق بالخطوات الجاذبة هنا الفرق ما بين ما يمكن أن تعطيه الصين وما يمكن أن تعطيه روسيا وما يمكن أن تعطيه الولايات المتحدة الولايات المتحدة تركز على قضايا تبدو لدى المواطن الأفريقي هي قضايا أهم شيئا إلى حد ما ما الذي ستستفيده روسيا دكتور ما الذي ستستفيده روسيا من تطوير هذه العلاقات مع أفريقيا اليوم بالتأكيد تثبيت فكرة أن روسيا بلد قائد في العالم قوة قبرى تستطيع أن تمارس الكثير من الأدوار في سيارة العلاقات الدولية وأيضا في ما يمكن أن نسميه بمواجهة النفوذ الغربي الذي يحاول أن يحد من القيمة المعنوية والسياسية والاستراتيجية لروسيا كبلد نحن نعلم أن المسألة في أوكرانيا ليست أوكرانيا في حد ذاتها الموقف الغربي الذي تقود الولايات المتحدة لا يتعلق بأوكرانيا أوكرانيا هنا مجرد أداة لتنفيذ استراتيجية أمريكية تتعلق بالنيتور تتعلق بالغرب لمحاصرة روسيا وإفقادها ما يمكن أن نسميه بيردورها العالمي وبالتالي بعد ذلك التوجه لإفقاد الصين درها الاقتصادي العالمي هذا مفهوم وهذا معروف والاستراتيجية الغربي في هذا الوضع هذه نقطة مفهومة وبالتالي فالمسألة ليست أوكرانيا وليست أمور عبيرة هذه نقطة مفهومة أريد منك فقط إجابة سريعة عن الجزئية التي سألتك عنها أيضا بخصوص ديفي من فرنسا بأنه اليوم هناك مبالغة بالحديث عن أن فرنسا أهملت مستعمراتها وأن فرنسا استغلت الثروات الإفريقية وما إلى ذلك هل لديك تعليق؟ تعليق بسيط للغاية إذا كان بعد ستة عقود وما زالت هذه الدول التي كانت إرسا استعماريا فرنسيا ما زالت تعاني تنمويا وهي من الدول الأفقر وهي من الدول التي لا تسيطر تماما وليست لها سيادة على موردها فبالتالي إلى أي مدى يمكن أن نحاسب هذه الدول أو نحاسب القوى المهيمينة وأعني هنا فرنسا القوى المهيمينة هنا هي فرنسا وهي التي لم تستطع أن تقدم الكثير في مجال التنمية لهذه البلدان وبالتالي فمازالت فقيرة ومازالت تواجه الإرهاب وحينما نتحدث عن الإرهاب فنحن نعلم أن هناك علاقة ما بين سطوة الإرهاب ونفوذ الجماعات الإرهابية وبين غياب التنمية الشملة في أي بلد وبالتالي نظرا لغياب التنمية الشملة نجد الإرهاب الجميع تحدث الآن عن أن هذه القوات الفرنسية والقوات الأمريكية أتت لكي تواجه الإرهاب إذا كانت هناك تنمية حقيقية لم يكن هناك إرهاب وبالتالي فهناك مسئولية تاريخية على فرنسا وعلى الغرب لأنه هو الذي ساهم في أن تفسد هذه البلدان وتنهب مواردها ولم تحدث فيها التنمية الكافية وبالتالي حدثت الجماعات الإرهابية ووجدت مناخا يعني لكي تنتشر وكي تزهر وبالتالي فالعملية هنا هي عملية مركبة ولكن الأصل فيها هو النفوذ الاستعماري الفرنسي بالدعم الغربي الذي أفسد هذه البلدان وقضع على مواردها وقضع على سيادتها وأعطى مناخا إيجابيا لإزدهار وانتشار الجماعات الإرهابية هؤلاء هم الذين يتحملون المسؤولية ولس في ذلك أي مبالغة والتاريخ يحكم بيننا في هذا الأمر نعم دكتور أليكساندر روسيا هل تلعب دور اليوم فيما يجري من تزكية مشاعر العداء ضد فرنسا هناك تقارير غربية تتحدث بأن هناك صفحات كثيرة روسية باللغة الفرنسية تروج للوجود الروسي في إفريقيا وتشعر المشاعر العداء ضد الغرب وفرنسا بالتحديد أريد أن أقول أن الشعوب لا تحتاج إلى روسيا حتى تقرر مصيرها دعيني أقول إذا كانت القوات الروسية قد تشارك في مساعدة الدولية الفرنسية الدولية الإفريقية فلم تكن فرنسا ترضى عن ذلك ولكن دعيني أقول أن الذي سامعته منذ قليل فيما يخص احتلال إفريقيا لم تحتل روسيا إفريقيا ألبت ولكن الدولة الإفريقية قد عانت الأمر رئيدي من الاحتلال الغربي لذلك فدعيني أقول إذا كانت روسيا قد هاجمت الدولة الإفريقية من قبل لم يكن للدولة الإفريقية أي رغبة في وجود روسيا من الذي احتلتهم روسيا؟ هذا هو الأمر الأول من نسبة للأمر الثالي أن السفير الفرنسي قد تم إرسال رسالة واضحة له من قبل الشعب في النيجر غادر البلاد وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الشعب في النيجر يرفض وجوده يرفض الوجود الفرنسي إنهم يريدون حرية التصرف ويريدون أن يتعاولوا مع دولة تتعامل معهم كشركاء وليس تتعامل معهم بمبدأ المحتل وبالنسبة لروسيا فيها تتطلع إلى النظام العالمي الجديد الذي يسوده العدالة وهي تحاول أن تغير الموقف الذي تصر عليها الدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة على الشعوب إذا سألتني لماذا رفعوا الأعلام الروسية دعيني أقول أن السبب هو أنهم يعلمون أن الروسيا لن تأتي لأتحكم فيهم إنهم رفعوا الأعلام الروسية لأنهم على وعي بأن الروسيا ستقيم نظاما جديدا يغيروا الواقع رأسا العقب ولكن أيضا دكتور لو تسمح لي أيضا هناك من يتحدث هناك من يتحدث بأنه بينما انشغلت فرنسا بوسائل الإعلام التقليدية كالتلفزة والراديو والوسائل التقليدية نجحت روسيا عن طريق شبكة تسمى روسوسفير بترويج منشورات تتهم الحكومة الفرنسية بأنها استعمارية تغدق بالسناء على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنشر معلومات إيجابية وشعارات جميلة عن روسيا على وسائل التواصل الاجتماعي هل لك أن تعيده علي مرة أخرى؟ برأيك ألا ترى بأنه روسيا اليوم بينما انشغلت فرنسا بوسائل التلفزة أو الوسائل الإعلام التقليدية كالتلفزيون والراديو استطاعت روسيا أن تخنس الفرصة وتتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكات عديدة لعل أشهرها هي روسوسفير أو بين قصين الفضاء الروسي تروج لمنشورات تتهم الحكومة الفرنسية بأنها استعمارية تسني على الرئيس فلاديمير بوتين وتقدم في بعض الأحيان معلومات مضللة تؤدي إلى عدم الشعور بالأمان وانعدام الثقة بين الشعب في أفريقيا وبين الحكومات الغربية ما تعليقك؟ حسنا أنا ما زلت أقول أن إذا كنت تتكلمين عن وسائل الإعلام الروسية فإنها تعتبر محايدة بشكل كبير فنحن منذ خمسين عاما رأينا أن روسيا لم تنشر المعلومات المكذوبة وإنها تحاول أن تكون محايدة وروسيا تقول دائما أنها تريد الكثير من حلول السمية المشكلة حتى آخر لحظة من العمليات الروسية كانت تقول بأنه لا عمليات عسكرية روسية لا يوجد حرب روسية أوكرانية ومن ثم فوجئنا في الصباح بأنه هناك اقتحامات لأوكرانيا يعني إذا كنا نتحدث عن مصداقية وسائل الإعلام سواء كانت غربية أو حتى روسية دكتور أليكس عدر أنا لا أفهم أين هذه المعلومات من أين أتت هذه المعلومات إن وسائل الإعلام الروسية تتعامل بغير ذلك هل تعيدي علي السؤال مرة أخرى حتى أفهمه؟ طيب قلت بأنه وسائل الإعلام الروسية ربما دائما تتحرى الدقة قلت لك بأنه حتى آخر لحظة كانت وسائل الإعلام تقول بأنه لا عمليات عسكرية روسية في أوكرانيا هذه النقطة نقطة الثانية هناك شبكة تسمى روسوسفير أو الفضاء الروسي تقدم منشورات روسية باللغة الفرنسية لسكان إفريقيا يقال بأنها تلعب دور كبير في نشر مشاعر العداء ضد الغرب أريد منك تعليق حسناً بدأت ذي بيد وسائل الإعلام الروسية لا تعلن الحروب الحروب لا تعلن في وسائل الإعلام أن هذه العمليات التي حدثت في أوكرانيا كان بأمر مباشر من الرئيس بوتين لأن الرئيس بوتين لم يعطي أي تلميحة للوسائل الإعلام لأنه لديه الكثير من العمليات التي سيأخذها في أوكرانيا هذا هو السبب لأن روسيا لم تكن مهتمة في البداية بأي عمليات عسكرية في أوكرانيا ولكن الظروف اضطرتها إلى ذلك ولا أقول أن هذه العمليات من أجل مهجمة الأوكرانيين ولكن من أجل الشعب الروسي نفسه ودعيني أقول أن كل هذه أقول ذلك الذي يقال في الإعلام ومن صنع الغرب ولكن بالنسبة لروسيا ففي البداية لم يكن لديها نية لمهجمة أوكرانيا لم تخطط ذلك ولم تريد ذلك البت هذا هو الأمر الأول هذه نقطة أخرى بالنسبة للأمر الثاني بالنسبة للحرب في أوكرانيا التي بدأت لم تبدأ منذ سنة ونصف لكنها بدأت منذ حوالي عاقد عندما كان هناك هجوم على المدنيين في دنبس وفي شبكثرة القرم وقادمات الكثير من المدنيين وضحت فكرتك سيد كريستيان نتحدث اليوم عن إفريقيا وليس عن أوكرانيا وضحت تماما فكرتك أشكرك أنتقل مرة أخرى إلى ضيفي في باريس سيد كريستيان سيد كريستيان اليوم يتحدث ماكرون الرئيس ماكرون عن استراتيجية جديدة في أفريقيا وفي نفس الوقت يقال بأنه يدفع أو يضغط على إكواس للتدخل العسكري ألا تتعارض هذه الضغوط للتدخل العسكري في النيجر مع الاستراتيجية الجديدة والمفهوم الجديد الذي يتحدث عنه القائم على المساواة والمصالح المتبادلة فقط بعيدا عن الفكر الاستعماري أنا لست متأكد إذا كان الرئيس ماكرون يساعد أو يحث إكواس على التدخل العسكري إنه اختيار بالنسبة لإكواس نفسها ونحن لا بد أن نكون حذرين من المعلومات التي تنشر لأنه إذا كان الرئيس هو الذي يدعم إكواس على التدخل العسكري فهذا قد يؤدي إلى حرب شنيعة في هذه المنطقة لذلك فهذا هو تاويلي وتقديري للموقف إنه قد يكون اختيارا لإكواس أن يفعل ذلك ولكنني لست متأكدا أن هذا هو الوضع الحالي وأن إكواس ستتدخل عسكريا لأن هناك الكثير من المحاولات الدبلوماسية التي قد تؤدي إلى نهاية تلك الأزمة بدلا من التدخل العسكري وهذا الذي أسمعه كثيرا أسمع هذه الإشعة التي قلتها بأن ماكرون يحص الدول الإكواس طبيعة الحال نحن فقط ننقل ما تقوله التقارير ووسائل الإعلام الأخرى ونناقش نطرح على حضراتكم ونستمع إلى الرد لا نحكم أبدا ولا نطلق التصريحات شكرا جزيلا لك من باريس كريسيان لوكيسان رئيس مركز الدراسات والأبحاث بباريس ومن القاهرة دكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومن موسكو الدكتور أليكساندر قرونوف أستاذ العلوم السياسية من جامعة موسكو شكرا جزيلا لكم إلى هنا تنتهي حلقة مدار الغد شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم